خبر جميل لمحبي الرياضة في العالم العربي صوتك وصوتك ورأيكم سيصل عبر منصة هي الأولى من نوعها عربيا ستوديو الجمهور شبكة بودكاست متخصصة بالرياضة تناقش أبرز الأحداث والمواضيع من الجمهور للجمهور ليس فقط مع أخصائينا في المجالات المختلفة إنما أيضا عشاق الرياضة بكون لمكوناتها من كرة القدم إلى كرة السلة رياضة المحركات الفنون القتالية وسواها من الرياضة الرياضة إذن تقلب الموازين وأحيانا قادرة أن تغير كل شيء فلما لا نعطيها مساحة أكبر في عالمنا العربي كستوديو الجمهور نتابع ومعنا مباشرة من دبي مؤسس منصة ستوديو الجمهور عمر أبو جابر أهلا بك عمر عبرى مؤثرون أريد منك بداية كيف وصلت إلى هذه الفكرة العصرية غير موجودة بهذا الشكل كما تقدمها وكيف بدأت معك الفكرة أولا بس بدي أشكركم على الاستضافة وبالنسبة لكيف بدأت الفكرة فهي بدأت لأنه أنا من الناس اللي بتسمع بودكاست بكتير أنا صار لي أكتر من عشر سنين من لما اكتشفت البودكاست بشكل عام بسمع لكل أنواع البودكاست بما فيهم البودكاست الرياضية وأنا من عشاق قرة السلة الان بي اي الان بي اي باسكتبول فقبل سنتين وشوي كنا أنا وشريكي عم نتحدث عن الرياضة عن اللي عم بيصير بالرياضة وكنا عم نحكي عن البودكاستات اللي بنسمعها ولاحظنا أنه كل البرامج اللي بنسمعها باللغة الإنجليزية فقعدنا نتساءل ليش ما في من هدول البرامج اللي ممكن الناس تنبسط عليهم تتسل عليهم باللغة العربية وقررنا نتعلم هذا الاشي وندخل عليه ومنها البودكاست الواحد لما شفنا أنه في استقبال له وصار في متابعين قررنا نتوسع لرياضة الثانية وبدأت فكرة ستوديو الجمهور وبنيناها للشبكة اللي نحنا حاليا مفتخرين فيها كيف ستكون هذه المنصة مع كل ما تقدمه من محتوى اليوم مختلفة وستؤثر على البرامج الرياضية التقليدية بالنسبة لهذا السؤال الشغلة اللي بتميزنا ونحنا بكل برامجنا عندنا نفس الروح فيهم اللي هي روح الدعابة العفوية الفكرة أنه نحنا من الجمهور وللجمهور نحنا الطريقة وأسلوب الطرح اللي بنحكي فيه مش رسمي هو الفكرة أنه نحنا أصدقائكم يا مستمعين ونحنا أصدقاء بين بعض ودائما بكل برنامج بيكون عندنا مقدمين اتنين بحبوا الرياضة واسلوب الطرح تبعهم شخصين بتسلوا وبيحكوا وبمزحوا وبتداعبوا وبرجعوا هاي الروح اللي هي أنا قاعد بجلسة مع أصحابي بحكي عن الرياضة أكتر من ما هي نحنا نقدم برنامج رياضي رسمي كتير فهذا الاختلاف تبعنا وطبعا بما أنه نحنا أول شبكة بودكاست رياضية البودكاست بشكل عام لسه بالعالم العربي ما انتشروا فكمان هاي شغلة مختلفة لأنه إذا العالم العربي بده يسمع بودكاست رياضية فيه منهم بس أول شبكة هي شبكتنا تتحدث بأن من سيقدم هذا البرنامج محترفين ويعني لهم خبرة طويلة في عالم الرياضة وفي التحليل الرياضي كيف سيكون إشراك الجمهور بشكل مباشر والفكرة هي يعني على أساسها ستوديو الجمهور وكيف يمكن تبادل هذه الخبرات وتحدث عن الروح المرحة والسهلة في التعاطي عبر هذا البودكاست هلهم المقدمين كلهم نفسهم من الجمهور هاي الفكرة الأساسية كمان المقدمين ناس بعشقوا الرياضات اللي بقدموا فيها ناس عندهم شغف لهذه الرياضات ولما بدهم يدخلوا الناس معهم في أكتر من طريقة نحن كلنا موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي بتقدر تلاقينا تتحدث معنا على تويتر على انستغرام على تيك توك حتى تحت منصة ستوديو الجمهور أو تحت اسم المقدمين تحت حسابات المقدمين ففي أكتر من طريقة نحن بالعادة نتواصل مع الجمهور مرات مناخد أسئلة منهم ومنناقشها على هوا لما نسجل البرنامج بتكون أسئلة الجمهور موجودة مرات هم بيطرحوا لنا أفكار بعطونا أفكار بوسائل التواصل الاجتماعي بناخدها الأفكار ونحكي فيها بالبرامج بس الفكرة الأساسية كمان أنه حتى المقدمين مع أنهم ناس بتفهم برياضتهم ناس بتبحث عن الرياضة بتدرس الرياضة بتفهم بكل أواحيها هم نفسهم من الجمهور ونرجع من عيد عن شغلة أسلوب الطريح هم بيحكوا وبقدموا البرنامج زي كان هم من الجمهور نفسه الجمهور يتلقى اليوم كمستمع الرياضات بحاجة أيضا إلى صورة إلى لقطات كي يتم إغناء هذا المحتوى كيف ستستخدمون منصات التواصل وتحدث بأنكم موجودون على تويتر على انستغرام وكل المنصات المختلفة لتقديم البودكاست مع محتوى ينقل ربما صورة أو لقطات رياضية مهمة بالنسبة للقطات والصور على وسائل التواصل الاجتماعي موجودة والناس كلها بتشوفها ومش صعب الواحد يلاقيها اللقطات بس مهارة المقدمين هي بتدخل لما الواحد يقدر يروي القصة يروي اللقطة يروي اللي عم بيحكي عنه بطريقة أن المستمع يتخيلها برأسه فلما نحن نلاقي الناس اللي نحن بدنا إياهم يقدموا هدول البرامج واحدة من المهارات اللي منتدور عليها هي هاي المهارة أنه أنا أقدر أحكي لك عن الرياضة وأنا عارف أنك أنت ما بتكون عم بتشوف اللقطات قدامك بس تتخيلها وتنبسط فيها وهاي مهارة موجودة عن كل المقدمين تبعونا نفتخر فيهم من وراء هاي الشغلة ومهارة طبعا منظلنا نشتغل عليها ومنتدرب عليها ومنطور فيها تطورون هذا المحتوى تقدمون المزيد أيضا من الاستقطاب للشباب مولعب الرياضات وهذا معروف في عالمنا العربي وفي كل الدول العربية إلى أين يمكن أن يصل هذا الطموح لجهة المحتوى هل تذهبون ربما لاستضافة كبار النجوم العرب والعالميين إن شاء الله ونحن يعني عندنا خبرة بهذه الشغلة صارت مرة معنا وصحلنا نستضيف أنا مقدم برنامج كرة السلية طبعا زي ما حكيت اللي هو مان تمان وصحلنا نستضيف لاعب سابق باسم ري ألن اللي هو بطل سابق مشهور كتير من أفضل المسددين بتاريخ الرياضة وصدفت معنا إنه استضفنا وعملنا لقطة مقابلة عشر دقائق وأخذنا منها لقطات نزلنا المقابلة على يوتيوب وأخذنا منها لقطات طبعا ودخلناها بالبرنامج فهاي كانت أول مرة صحلنا نعمل هيك إشي وإن شاء الله بالمستقبل يصحلنا كمان لأنه أكيد هذا إشي العالم العربي بده يشوف منه أكتر وإذا صحلنا طبعا مية بالمية رح نمشي بهذه الطريقة كل التوفيق عمر أنت من وراء المايكروفون ولكن معنا أيضا في الصورة عبر مؤثرون كنت معنا من دبي مؤسس منصة سيديو الجمهور عمر أبو جابر شكرا جزيلا لك شكرا إليك